وصلت إلى قوات البحرية جهودها في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في السواحل المصرية حيث نجحت العناصر المكلفة بتأمين نطاق قاعدة السويس البحرية في إنقاذ بلانس الصيد يدعى لملكة فريدة وعلى متنه ستة أفراد بعد تعرض البلانس للحريقة وقامت عناصر القوات البحرية بإخلاء الأفراد وتقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم وجميعهم بحالة جيدة كما اقتيد البلانس المنكوب إلى ميناء الصيادين حتى لا يؤثر على حركة الملاحة بمناطق الانتظار والممر الملاحي لقناة السويس